وضعنا لنهار اليوم في فقرة الدين الحياة نعود نذكر به وهو الذنوب والمعاصي وخطر استصغارها باش نفصل في هذا الموضوع وحاضر معنا فضيلة الشيخ حسام بودراع إمام صباح الأنوار وشكرا على قبول دعوة أسعد الله صباحكم بكل خير وصباح المشاهدين نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا اليوم ويفتح لنا أبواب الخير كلها إن شاء الله يا ربي شيخنا موضوعنا واضح وضوح الشمس يعني ناس يعني وإحنا كمواطنين باش ما نقولوش إحنا خاطئين وإلا خارج القصة ولكن إحنا كمواطنين عاديين وناس بوسطة يعني نرتكب من الأخطاء العديد في اليوم بشكل يومي ولكن أحيانا غمضوا عنا كما نقولوا بالدرجة على بعض الأخطاء اللي هي كبيرة عند ربي سبحانه ما خطر هذا الشيء علينا كأشخاص وعلى علاقتنا مع ربي سبحانه وعلى علاقتنا في المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعي بدءا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق إلا لطاعته وإلا لعبادته ومن الناس من له فطنة والفطنة مطلوبة لازم يكون فاطن في الحياة الدنيا ليجب أن لا يغفل كثيرا إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة حرب الخير والشر على الدوام في هذه الدنيا ولكن يجب على الإنسان أن لا يتبع خطوات الشيطان الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان بين خير وشر وعليه أن يتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى إذا تبع الإنسان ما أمر الله وانتهى عما نهى الله سبحانه وتعالى واستنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام مشى طريقا صحيحة توصله إلى بر الأمان بر الأمان هنا في النهاية هي الجنة إن شاء الله يا رب والخسران وخسارة الدنيا وخسارة الآخرة خسارة الدنيا أنك لن تطيع الله سبحانه وتعالى خسار ولن تعرف لذة نعم الله سبحانه وتعالى أعظم نعمة واشنو هي؟ هي عبادة الله سبحانه وتعالى التي يغفل عنها كثير من الناس أعظم خسارة في الآخرة أنك لست من أهل الجنة وإنما من أهل النار والعياذ بالله لذلك الذنوب هي حتما ستلاقيها لأن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم مستحيل أنه يأمل الإنسان على نفسه ويقول بلن أرتكب المعاصي الإنسان بطبعه خطاء والخطاء هو كثير الخطاء ما يلزمه بعد الخطاء وكثرة الخطاء هي التوبة لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعدين السعدي رضي الله عنه وأرضاه أن كثرة أن الإنسان إذا أذنب الذنوب الكثير وأعطى لنا حديثا صريحا في استصغار الذنوب المعاصي استصغار الذنوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شبههم بقوم نزلوا ببطن واد وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم المثال هنا وشنه هي محقرات الذنوب إنما مثل محقرات الذنوب أنها تحيط بالإنسان حتى تهلكه أعليش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قوم نزلوا ببطن واد واحد جاء بعود واحد جاء بعود العود واحد يدروا له ولكن إذا التقى بعود مع عود مع عود آخر وشنه أنضجوا خبزتهم يعني داروا حاجة بمعنى أن الصغيرة على الصغيرة على الصغيرة تكبر بزاف بزاف عليك يا ابن آدم بزاف عليك أيها الإنسان درت معصية درت سيئة درت ذنب فالسيئة فوق السيئة تكبر تكبر لذلك قال قال أحد الصحابة لا صغيرة مع استكثار كي تكثر بزاف ما تقوليش صغيرة ما تقوليش أن ينذر الصغائر ولا يحاسبنا الله سبحانه وتعالى مثل الكبائر صح لا صغيرة مع استكثار ولا كبيرة مع استغفار كين أمور تمحي الذنب كلها وكين أمور إن يعني إذا خليتها كي ما راهي راح أزيد الذنب فوق الذنب حتى تصير تصير في المعصية الشيطان عمله في ابن آدم كي ما رأنا نقوله ما هو عمل الشيطان في ابن آدم يصرفك عن العبادة شيئا فشيئا يقول لك مثلا الصلاة دخل وقتها خلي من بعد شوية ما زل عندك وقت فتستحل ذلك الأمر يقول لحلال عندك ويستفحل الأمر فيك يعني تولي حاجة عادية عندك أنك تدير معصي حاجة عادية وتكثر منها بحيث أنها تولي أكثر من العادي نعطي مثال أكثر من العادي الغيبة هي من الكبائر سبحان الله الغيبة والنميمة هي من الكبائر ولكنها استفحلت في الناس حتى أصبحت أمر عادي يقول لك أنا أني نتكلم في الإنсان هذا أنا أني نتكلم فيه أنا أمر عادي أنا نقول وش فيه ولكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونذرته أنك لا تغتب قال الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أترى إن كان فيه ما أقول لو كانوا فيه وش أنا نقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهته هل اكتو يسي محمد يعني أنت تقول بالليران بي حاجة عادية عندك ولكنها ليست عادية كثير من الناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكن في الحقيقة هم يظلمون الناس بالكلام هم يظلمون الناس بالأفعال صح كثير من الناس يقوم بأمور لا يأبه لها ومثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان أن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وشنمعتها لا يلقي لها بالا يحسب أن نراه لك يلعب ولا يتمسخر ولنقول أكثر من هذا أنه يمزح كثير من المزاح ما وقع صاحبه ما وقع به صاحبه في الرداء يعني قل أبي الله ورسوله كنتم تستهزئون تستهزئ بالله سبحانه وتعالى تستهزئ بالدين تستهزئ بشرف الناس تستهزئ بعورات الناس هذا لا يعد أبدا من صغائر الذنوب لذلك نعود نولو الحديث أن الإنسان لا يلقي للكلمة بالا فيهوي بها سبعين خريفا في جهنم قال أبو بكر يا رسول الله أو أحد صحابه يا رسول الله وهل يكب الناس يعني وهل نحن مؤخذون على ما نقول يعني على الألسن قال ثكلتك أمك يا معد وهل يصب أو وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم في حديث آخر أمسك النبي عليه السلام من اللسان قالوا كف عنك هذا هذا يريد كلمة هالك يعني أصل كل البلاية وأصل كل الشرور من بني آدم انطلاقا من اللسان إلى سفاسف الأمور التي لا يلقي لها بالا فتروح تمشي بالعقل بالعقل تلقى روحك لو أنك تحاسب نفسك على ما أنت عليه أحسن لك من أن ترى عورات غيرك كيف الشيخ الإنسان يقدر يحسبره وشنه الأوقات اللي لازم الإنسان يعطي فيها الوقت لروحه بشي حاسب أخطاؤه ويعرف إلي كان شغل تمادة في زيادة على الأخطاء أول شيء أول دواء هو القرب من الله سبحانه وتعالى كلما ازداد العبد بعدا من الله سبحانه وتعالى ازدادت خيبته خيبة الإنسان فيها خسارتان الخسارة الأولى خسارة الدنيا والخسارة الثانية هي خسارة الآخرة أما خسارة الدنيا وشنه هي؟ أن تعيش ما كتب الله لك أن تعيش تعيش أربعين سنة تعيش خمسين سنة تعيش ستين سنة بصح وراه الخسارة أنك تعيش ما كتب الله لك أن تعيش ثم يتبين لك في الأخير أنك قد أخطأت الطريق ثم عشتين ستين سنة بصح مشي هدك مشي هدك والمخرج كنت غالط ستين سنة تعيش خمسين سنة كنت غالط خمسين سنة خمسين سنة تشوفها أنت ليس بالكبائر العظام ولكن بسفاسف الأمور تلقى روحك بدون أن تشعر ظلمت الناس بدون أن تشعر إنها من الكبائر ولكن عدم شعورك اعتبرته من الصغائر أكثر من هذا أنك تخوض أنك تخوض مع الخائضين وش ما أنت تخوض مع الخائضين تقول فلان أرى كدرت هذه حاجة مشي مليحة سرقت يقول لك بصح قعدة أروا هكذا يا أخي تخوض مع الخائضين فتنالوا أجر العاملين بما عاملوا أنت إما يعني ستنالوا عقابك تقول لي الآن كيفش نحافظ على نفسي قربك من الله والتزامك بالعبادات هو أصل ربي خلقك تعبده إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني أنك بالصلاة ستبتعد عن الفحشاء والمنكر أول خطوة أول خطوة محاسبة النفسي هناك نقول لك محاسبة النفسي إنه أمر عسير إنه أمر عسير شكو اللي يريح معه روحه ويحاسب بالدرهم هذاك ولا الدينار هذاك من يندخله كيفش جاه وين راه رايح الأمر جلل الأمر يستدعي الأمر أنه واحد يحاسب نفسه كيف واحد يحاسب نفسه على الكلام مع الآخرين أنت ظلمت ناس ونس ظلموك ولكن طبيعة البشر أنهم يرون من عاداهم ولا يرون من يعادون طبيعة البشر يرون من يظلمهم ولا يرون من يظلمون صح هذه طبيعة البشر طبيعة البشر أنهم يريدون الصلاح لهم وغير الصلاح باش مقولوش حاجة واحد أخرى وغير الصلاح يكون لغيرهم الحديث الذي عهدناه يعني في الصغر تعنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أمر صعيب صعب التحقيق لذلك فلاح العبد وصلاح العبد منين يبدأ؟ بالقرب من الله سبحانه وتعالى أنك تحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى فيكفيك الله ما بعد ذلك إن شاء الله يا ربي طيب شيخنا كيفش نقدر نقول للناس اللي دارت أخطاء وعلى بلها بلي دارت أخطاء ولكن أخطاءها حبستها عن نقاط معينة ما خلتك تستمر في الحياة باب التوبة مفتوح الله سبحانه وتعالى جعل بابا لا يغلق أبدا حتى تشرق الشمس من مغربها فهناك لا تقبل توبة إذا بلغت بالإنسان سكرة الموت فلا توبة له وين؟ خلاص فرعون وش قال الله سبحانه وتعالى آل أنا وقد عصيتك قبل وكنت من المفسدين آه خلاص فرعون في آخر حياء أخلاص رحيموت قالوا آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين لذلك وش نقول نقول للذي هو في فسحة من أمره وما زال فيه قلب ينبض وما زال فيه عرق يجري فيه الدم وما زال فيه نفس عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة كان يتوب الله سبحانه وتعالى نبي معصوم نبي خيره الله نبي مصطفى وكان يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من سبعين مرة فما بالك أيها العب تتجبر وتتفرع على خلق الله سبحانه وتعالى ومن بعدك أنت وش تدير في بالك؟ أنك صحابي تعدوا من الفانتروات منتا راكفور راكهايل لذلك لا يجب أن يغتر العبد فيما هو عليه دائما يحسب روحه باللي راهوليك ضعيف بالله سبحانه وتعالى يستقوي الحسنات من نعم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى مش يشطرتك السيئات هي من خذلان الله سبحانه وتعالى للعبد لذلك علينا أن نحاسب أنفسنا دوما وباب التوبة مفتوح شكرا شيخ أيضا كسؤال ختمية ربما نحب نعرف ما هو خطر استصغار هذا المعاصي إن كان على الإنسان ولا أثرها وتأثيرها على المجتمع خطر استصغار المعاصي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذنب أو إذا أخطأ العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء نكتة سوداء هي نقطة سوداء وإذا استغفر وإذا تاب وإذا رجع مسحت تلك النقطة ولكن إذا خلاها دون استغفار وإذا خلاها دون توبة وإذا خلاها دون إقلاع عن الذنب وش سرع نقطة على النقطة نقطة على النقطة حتى يسمى بالران قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم بمعنى أن القلب تعكره صافي إذا خلت هذه المعصية نقطة وزيت معصية أخرى نقطة وزيت نقطة فوق نقطة القلب بتاعك يولي كحل يولي فيه حسد يولي فيه بغض يولي فيه غل لإخوانك المؤمنين يولي القرآن لا ينفع فيه كلام الصالحين لا ينفع فيه كلام الله سبحانه وتعالى لن ينفع فيه إذا ما ننفعش فيك كلام ربي سبحانه وش رح ينفع فيك رح تقولي احنا نرتاح بالغناء ونرتاح لن ترتاح يا عبد الله إنما الراحة الحقيقية والسعادة الحقيقية في طاعة الله سبحانه وتعالى تأمل كل كلام الله سبحانه وتعالى ذكرت فيه الذنوب وذكرت فيه السيئات إنما الذنوب ذكرت للكبائر وإنما السيئات ذكرت للصغائر ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا يعني العودة إلى الله والعيش مع الله سبحانه وتعالى هو الحل لراوي حوس على السعادة عليه بالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى باختصار فقط نصيحة وجهها لكل المشاهدين الكرام هذه الكاميرا ديالك يعني لا نصيحة أكثر من أن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه الذي أراد الفلاح والذي أراد النجاح والذي أراد الفوز والخلود في الجنة عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى أن يأتمر بما أمر وينتهي عما نهى وزجر والالتزام بسنة النبي الأغر عليه الصلاة والسلام شكرا لك شيخنا على كل المعلومات القدمة الصبيحة اليوم وشكرا لقبولك دعوة البرنامج أحسن الله إليك ربي بارك فيك جمعة مباركة أيضا وبداية يوم موفقة سبحانه وتعالى